بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة التاسعة تقييم وتشخيص صعوبات الكتابة وصعوبات تعلم الرياضيات ونتناول الدرس الأول تقييم وتشخيص صعوبات الكتابة الجزء الأول طبعا تبدأ عملية تقييم صعوبات الكتابة وتشخيصها عندما يلحظ المعلم أن الطفل غير قادر على الكتابة على نحو واضح ومقروح إذا ما قرن بالأطفال الآخرين ممن هم في مثل عمرهم الزمني وكباقي الصعوبات الأخرى فإنه لا تذكر لعملية التقييم إذا لم تؤدي إلى العلاج ويغلب تشخيص أخطاء الكتابة عادة من خلال اختبارات غير مقننة تتبع ملاحظة المعلم لآداء الطفل وترجع صوة إعداد اختبارات مقننة إلى تباين الأنشطة التي تعد معيارا أساسيا لتقويم مهارات الكتابة التي تشمل كما هو واضح لدينا الآن الدقة والسرعة ومقرؤية الكتابة والوضوح والمظهر الجمالي للخط لو انتقلنا الآن لنتكلم عن مهارات الأساسية للكتابة طبعا تشخيص صعوبات الكتابة يستلزم إجراء عدد من الاختبارات المتكاملة تشمل جوانب نفسية وجسمية واجتماعية فضلا عن تعرف المهارات الأساسية الآتية للكتابة أول شيء من هذه المهارات معرفة اليد المفضلة في الكتابة لدى الطفل وتقويم أخطاء الكتابة وتعرف مهارات الكتابة لو تناولنا معرفة اليد المفضلة للطفل في الكتابة حيث يطلب منه أداء المهمات التالية أولا كتابة باليدين كتابة تقاطعات أفقية ورأسية باليدين على نحو المتوالي وأيضا معرفة العين المفضلة في الرؤية والقدم المفضلة أيضا في الركل لدى الطفل أيضا معرفة القدرة على التمييز بين الاتجاهين يعني بين الاتجاه الأيمن والأيصر ودراسة التاريخ التطوري للطفل لو انتقلنا وتحدثنا عن تقويم أخطاء الكتابة حيث يطلب من الطفل آداء المهمات التالية إعادة نسخ جمل قصيرة بدقة لمعرفة هل يحذف بعض الحروف أو هل يكتبها بطريقة غير صحيحة أيضا أخذ عينات من كتابة الطفل للحروف والكلمات التي تشكل جملا تدور حول موضوع معين أيضا كتابة عينات من حرف المتشابهة مثلا إيش مثل حروف متشابهة مثل با تا ثا وهكذا جيم حا خا مثلا كتابة الأرقام على نحو متتابع أو غير متتابع أيضا رسم الأشكال الهندسية لو انتقلنا الآن نتحدث عن تعرف مهارات الكتابة وتشمل المهارات التالية وضع الجسم واليد والرأس وأيضا الذراعين والورقة في أثناء تهيوى الطفل للكتابة أيضا طريقة الامساك بالقلم أيضا الخطوط الناتجة من الكتابة يعني شو يعني خطوط الناتجة من الكتابة هل هي مثلا رأسية يعني فوق تحت منحنية يعني منحنية إلى اليمين إلى اليسار مثلا ميل الحرف أيضا ميل الحرف إلى اليمين إلى اليسار وهكذا وهناك عدد من المهارات الأخرى التي ممكن أن نتعرف عليها ونطلبها من الطفل يؤديها لنتعرف على مهارات الطفل أثناء تشخيص صعوبات الكتابة